أن تكون طفلاً في العراق فإنك قد تتعرض إلى العنف الجنسي بنسبة قد تصل إلى 16% منظمة إنقاذ الأطفال تقرع جرس الإنذار في تقريرها الأخير الذي يضع العراق سادساً في لائحة البلدان العشرة الأكثر خطراً تقول المنظمة في تقريرها بشأن استخدام العنف الجنسي ضد الأطفال في حالات النزاع إن 72 مليون طفل حول العالم يتعرضون لانتهاكات جنسية على يد الجماعات المسلحة في مناطق النزاعات بأشكال مختلفة كالاغتصاب والتحرش أو الاستغلال في عمليات بغاء قسري حيث يتزايد استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب ضد الأطفال وغيرهم من المدنيين غالباً بشكل منهجي عندما يكون الهدف إذلال أو طرد أقلية عرقية أو معاقبة المدنيين بزعم دعمهم لقوات معارضة سجلت المنظمات التابعة للأمم المتحدة خلال عام 2019 عشرة أضعاف حالات العنف ضد الأطفال عما كانت عليه عام 1990 وبحسب التقرير فإن 98% من حالات العنف الجنسي تجاه الأطفال تعرضت لها الفتيات فيما تتزايد الحالات الممثلة بحق الصبيان وهي أرقام أقل بكثير من الأرقام الحقيقية لقلة المعلومات بسبب الوصمات الاجتماعية وخوف المتضررين من عواقب شهاداتهم المنظمة دعت في ختام تقريرها المجتمع الدولي إلى أخذ تدابير جدية ضد العنف الجنسي في حالات النزاع بالإضافة إلى العمل على محاكمة الجنات إن كانوا أشخاصا أو مجموعات منظمة اشتركوا في القناة